ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في مراكز الفحص من المركبات الأمر الذي يؤكد على أن صحة المواطن والمقيم هي دوما أولوية قصوى نحن حالياً نراكزين على ثلاثة فئات عندنا فئة المخالصين اللي مخلصين حجر وعندنا فئة المسافرين وعندنا الفئة الثالثة اللي هي مسوين فحص منزلي وتكون نتيجته مصاب اللي يطلع لهم خطين في الجهاز كل لين مخصص مثلاً عندنا لين حق الباصات لين حق السيارات لين حق الإمرجنسي فالتنظيم موجود فعشان سهل عملية الدخول والخروج إلى الجميع وما تتأخر عندي أي حالة وتسعى خدمة الفحص من المركبات إلى إجراء الفحص النهائي وأخذ العينات بما يسهم في تجنب الإختلاط والحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي وتسهيل الإجراءات وتقليل مدتها ورفع طاقة الاستيعابية للفحوصات المختبرية مع الحرص على أن يتم تقديمها بكفاءة عالية مملكة البحرين واحدة من أول دول على مستوى خلنا نتكلم خلنا نقول على مستوى العالم اللي تفتح فحص كورونا عن طريق المركبات نعم فبعدين بشكل تدريجي شفنا أننا مثلاً في البداية فتحوا ثمان خيام حق الفحص وتدريجياً زاد عدد له الخيام إلى عشر ومثل ما تعرفون مع الموجات يعني مثل ما تعرفون كان فيهم فيه موجتين الموجة الأولى كانت تقريباً نهاية السنة لراحة الموجة الثانية حين كان فيه مقترحات أن يفتحون مراكز فحص عن طريق المركبة أكثر خدمة الفحص من المركبات تقدم في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ونادي راشد للفروسية وسباق الخيل ومؤخراً تم افتتاح مركز إضافي بمحافظة المحرق تتيح جميعها للمراجعين أعلى درجات السلامة والخصوصية وفق أعلى المعايير الصحية العالمية وبأحدث التقنيات تحت إشراف الكوادر الطبية والفنية المتميزة